اشتركوا في القناة يطلبوا انه بدهم كل برج وطالع يكون لحال فاليوم نزلتلكوا اياهم منفصلين يعني برج وطالع يعني الشخص اللي موليد برج الدلو وطالعوا الدلو بسمع الحلقة هاي اللي طالعوا اي برج اخر بروح بسمع البرج الاخر وبيدمج ما بين التوقعات ما بينهم وبين بعض فبيطلع بتوقعاته الشخصية اللي بتتعلق فيه هو طبعا بالنسبة للقمر من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت الخمر بكون موجود في الجوزاء عشان هيك ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا تصبح الاجواء اكثر سهولة ممكن تظهر او تظهر هاي الفترة لقاءات طارئة مع الاخوة قدم لهم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة اهم اشي انك انت تستغلها بشكل ايجابي اما من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان عشان هيك بكون في بيت الصحة والعمل فبيتراكم العمل عندكم فيها حاولوا انجاز ما بوسعكم من العمل دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي بين يوم او من مساء يوم السبت لغاية مساء يوم الاثنين ممكن انك في هاي الفترة تغير اولوياتك اذا دعت الحاجة اهم اش انك ما تعاند باكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمل من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في الاسد مقابلك مباشرة فعشانك بالفترة هاي بترغبوا في تدعيم شراكاتكم المالية والعاطفية اللي هي بين الازواج تحديدا بتكون الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف اخر اهمش انك تحاذر الخلافات وما تضخم الامور ممكن في هاي الفترة تبدو مرهف الحس او متوتر بسبب قلق ما حاذر اثارة العدائية والبلبلة مزاجك متقلب وعصبي ممكن تثير النفور للاشخاص اللي حواليك من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود في العذراء فعشان هيك يتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة للرعاية حاول انك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي او تسلط برأيك ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف وما تهم الملف ولا قضية بالفترة هاي حاول انك تركز على كل شيء مع بعض هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء